اشتركوا في القناة مددا من الجرحى سقطوا في الاجتباكات الدائرة في منطقة الهلل وأضف أن قواتهم تقوموا باستحشيد نحو ميناء السدر النفطي هذا وكانت ميليشيات حفتر شنت هجوما على المونئ النفطية بالهلل مدعومة بميليشيات حركة العدل والمساوى السودانية هذا وأكد العقيد بشير بوظفيرا أمر القاطع الحدودية جدابيا سيطرة ميليشيات حفتر على ميناء السدر النفطي بوظفيرا قال أن ميليشيات حفتر أو حركة العدل والمساوى السودانية قامت بالهجوم على منطقة النفطي من أربعة محاور وهي محور السدر ورأس لانوف ومحور الشام ومحور الزويتينة ومضيفا أن قواتهم المشتركة بقوات حرس المنشآة النفطية تحشد لمحاولة استرجاع المنطقة والتقدم وتأمين محيطها وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم جهازي حرس المنشآة النفطية علي الحاسي أهلا وسهلا بك سيد علي آخر لنباء الواردة الميدانية طبعا من منطقة الليل النفطي أن ميليشيات حفتر سيطرت على ميناء السدر ورأس لانوف وهي الآن بصدد السيطرة على ميناء الزويتينة هل هذا صحيح؟ اسمح لي بداية أن أطلب من حضراتكم تسمية الأشياء بمسمياتها سيد علي هل تسمعوني؟ نعم سيد علي هل تسمعوني؟ هل تسمعوني؟ نعم نعم إذا كنت في الاسمع علي تفضل هل تسمعوني الآن؟ نعم تفضل أتمنى من حضراتكم تسمية الأشياء بمسمياتها الصحيحة أنا متحدد بسم جهاز حرس المنشآة النفطية التابع لوزارة الدفاع لحكومة المفاق الوطني وليس لشخص أو لفياهم معينة أشياء بسمية طيب أما ما حصل اليوم هو هجوم لميليشيات شادية سدنية تابع لما يسمى العدل المسواه بقيادة المجرم حفتر يحاولون ينسيطر على جلال النفطي قبل قليل بلغت أنه تم ذحرهم بشامل من محيط ميناء زويتينة ويقع عدل كبير من القتلى والجرحة في صحوفهم ولان قواتنا تشتب من الصباح في محيط ميناء خزانة خيبة وفي محيط الصدرة لطرد هذه العصابات الخارجة عن القلوم طيب هل نقول الآن أن عملية السيطرة من قبل أو محاولة السيطرة من قبل بليشيات حفتر على مناء زويتينة قد فشلت وانتهت المعركة هناك نعم تم ذحرهم بالشامل وإقاع عدل كبير من القتلى والجرحة في صفوفهم والاشتباكة متوقفة الآن حربوا مضعورين وتركوا قتلهم خلفهم ونموفوا في زويتينة على ما يرام الآن القتال في محيط الفيبة ومحيط السدرة طيب عندما نقول أن قوات حرقة العدل المساوى السودانية هاجمت مناء زويتينة مناء زويتينة يقع شرقي مدينة أجدابي كيف تمكنت هذه القوات من الوصول من الجنوب حتى هذه المنطقة؟ أستحراء الشاسعة سيد الفاضل وهناك كثير من العملاء الذين يسهلون مرورهم على دفعات طيب ماذا عن الأوضاع الميدانية الآن في ميناء السدرة وميناء راس لنوف؟ الأوضاع الميدانية للاشتباكات المتواصلة وتنظيم صفوفنا مستمر وخلال ربما ساعتين وثلاث ساعات القادمة ستسمحون الأخبار الجيدة بإذن الله تعالى معنويات مستفعة والشباب على أغبة الإسعدات والقائمة الذين اسموا وتراجعوا إلى الوراء أما الموت وأما طرد هذه العصابات الغذية فعليا الآن على الأرض قوات حفتر تسيطر على ميناء راس لنوف وميناء السدرة؟ غير صحيح بالكامل قواتنا موجودة وانتظروني في نشارتنا اللاحقة نشارتكم اللاحقة سألوا فيكم بجديد كل ما يتحدث به ما يسمى المتحدث باسم قيادة الجيش المدعوى أحمد مصماري كذب وعاري عن الصحة وهو معروف بهذه التصريحات الزائفة والغير حسفية طيب هناك من يقول أن لا أعتذر لا أستم متأكدة من ذلك لكن هناك مصادر الصحفية قالت بأن هذه القوات أيضا تبحث عن إبراهيم الجذران أم من حرس النشاة النفطية هل هذا صحيح؟ إبراهيم الجذران يقود العمليات العسكرية إلى جانب قطاط العمليات وموجودة الميدان والكثير يطبه لأنه رجل وطني ولأنه يدافع عن الوطن ليس هؤلاء فقط ولكن آم حرس المشاة المستفرع الوسطى وشباب حرس المشاة النفطية وشباب مناطق الهلال النفطية مقدمة المبنى قبيلة المغاربة يقاتلون ويستمتون في الدفاع عن أرضهم وعربهم طيب في ظل هذا التداخل في الأنباء يعني حضرت تقول كلام وأطراف أخرى تقول كلام ربما خليفة العبيدي المتحدث باسم ما يسمى بالقيادة العامة يقول بأن قواتهم سيطرت على كل الموانئ في منطقة الهلال النفطي باستثناء ميناء رأس لنوف ما رأيك في هذا الكلام؟ سيدي فاغل نحن خذنا عدة حروب ويا تعلم جميع وسائل الإعلام أنه لم تسجل علينا أي خبر كاذب في كل الحروب التي خذناها والهو وهو لا وهو أمهم فما يسمى بجماعة كرامة معروفين دائماً بالكلب بالأخبار وتسويق الأخبار غير صحيح الساعات القادمة في 2016 ما ستظهر منه المسيطرة على دارة طيب الآن يعني ميدانياً على الأرض حتى نحددها تحديداً من أزوتين فشلت ميليشيات حفتة فسيطرة عليه نعم تم طردهم منذ حوالي الساعة 12 طيب حتى أوكد معك تحديداً لم أسمع لك جيداً السدرة ورأس لنوف الآن هناك اشتباكات ما هو الوضع الميداني تحديداً في هاتين المنطقتين هناك اشتباكات في محيط السدرة وفي محيط رأس لنوف وهناك تنظيم لصفوفنا وهناك قوات قادمة بعون الله تعالى وسط الساعات القادمة ستفسح عن الجيد وعن طرد هذه العصابات طيب ما طبيعة الاشتباكات الآن في السدرة ورأس لنوف اشتباكات هي اشتباكات ليس لها طبيعة معينة اشتباكات بالاسلحة السقيلة المطوصة طيب أنتم الآن قبل قليل قلت لي سيد علي الحاسي أنكم تابعون لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق المقترحة برئاسة المهدي البرغثي ما الذي موقف هذه الوزارة الآن مما يجري في هذه المنطقة حقيقة التواصل بالتأكيد مع امر الجهاز مع الضباط العمليات أنا حقا لدينا ابن أمير أردنا يتواصل ولكن معلمات الاتفادي أنهم يتابعون الوضع خطوة بخطوة ويعني هل هناك أي نوع من الدعم سيقدمه المهدي البرغثي باعتباره وزير الدفاع وأنتم تتبعون له نتوقع إذا كان المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع يهمهم أمر مقدرات الليبيين بالتأكيد سيكون نحن نوعا ونحن ملع على ثقة أنهم سيكون نحن نوعا بإذن الله طيب حتى نكون وضحين سيد العليا الحاسي الآن الاشتباكات منذ ساعة الصباح الأولى هذا التطور منذ ساعة الصباح الأولى وحتى هذه اللحظة لم يصدر موقف من المجلس الرئاسي على الأقل لكم أنتم يعني موقف محدد تجاه هذا الذي يجري هل تواصلتم معه؟ لست معنيا بالتواصل معهم هناك رئاس في الجهاز فيه لستتواصل معهم وعلى مصرح الوسطى أنا ما يريد من معلومات من قياداتي العليا وبلغوا به طيب حضرتك سيد العليا الحاسي قلت بأنكم الآن تحشدون لاستعدة رأس لنوف واستعدة صدراء والآن تجري للدفاع عنها وليس الاستعدادة يا سيد الفاضل للدفاع عنها وليس الاستعدادة طيب للدفاع عنها تحشدون في هذه المنطقة وهناك تجري اجتباكات في هاتين المنطقتين أنتم الآن من المواجهات التي تجري وهذا الدفاع يجري من أي جانب في الموانع النفطية الجانب الجنوبي الشمالي يعني هناك عدة محاور قامت بالهجوم من خلالها ميليشيات حفقة نعم من شمال شرق شركة الهيبة ومن شرقها ومن غرب من السدراء ومن غرب من السدراء طيب حتى نكون واقعيا ويعني حتى نوضح هذا الأمر للمشاهدين الكرام أنتم الآن يعني ميليشيات حفتر تحاول التقدم باتجاه الموانئ من أربعة محاور ويبدو أنها يعني حشدت أكثر من قوة يعني هناك من قال بي أن بالنائل يشارك في هذه المعارك ومعزب أيضا يشارك في هذه المعارك والعدل والمسواة أنتم الآن هل قادرون على الدفاع يعني الدفاع على الموانئ بعد كل هذه الحمدة الكبيرة العسكرية بكل تأكيد نحن ولا يجد في قموسنا إلا النصر أو الاستشهاد إما أن نكون قادرين على حماية هذه الموانئ والدفاع عن أهلنا وعن أعراضنا وعن المكان الموجودين فيه نتحدث باسم حرص المشاهد النصرية والقاطر الحرودية والمعنى من القاطر الحرودية والشباب المنصر إما أن يسمى الحماية هذه الأمراكة وإما الاستشهاد هذا يوجد مبدافة طيب هناك بعض القنوات الإعلامية ربما نقلت نعم نقلت بأن بأن هنا انقطع التصالب السيد علي الحاسي شكرا لك على كل هذه التفاصيل نحن وطلنا عليك يبدو كنت معنا عبر الهاتف أتمنى